اشتركوا في القناة الى سنن ابي داود في باب في طلب القضاء والتصرع اليه قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد من علاء ابو العلاء من استقاط الاسبات قال محمد المثنى العنزي من استقاط الاسبات مغرورا به قال حدثنا ابو معوية محمد بن خازم الدرير وهو من اذوة الناس في الاعمش نعم يرى الاجاء ويبطلب في غيره عن الاعمش سليمان بن مهران وهو من اوسطين المحدثين اذا قال حدثنا اخبارنا فعض عليه بالنواجس الرجاء الرجاء الانصاري الكوفي مقبول يعني ان توبع الا فليل الحديث عن عبد الرحمن الانواجس الازرق ذكر ابن حبان في الثقاط كان قليل الحديث لكنه ذكره في الثقاط هو من التبعين قال دخل رجلاني من ابواب كندة وابو مسعود الانصاري جالس في حلقة فقال الا رجل ينفذ بيننا يعني يحكم بيننا فقال رجل من الحلقة انا فاخذ ابو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال ماه انه كان يكره التسرع في الحكم قال ماه انه كان يكره التسرع في الحكم في رواة عن انس رضي الله عنه ارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل اليه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه انزل الله ملكا يسدده قال وكيع عن اسرائيل عن عبد الاعلى عن بلال ابن موسى ان اس عن انس ابن مالك رضي الله عنه ارضاه عنه نبي صلى الله عليه وسلم انه قال وقال ابو عوانة عن عبد الاعلى عن بلال ابن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عن انس ان من طلب القضاء واستعان عليه وكل اليه ومن طلب ولم يستعن ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه انزل الله ملكا يعني يسدده في ذلك هناك حديث اخر رغب ساندي انا احمد الحنبل قال حدثنا احمد الحنبل امام الاستنون الجماعة قال حدثنا احمد سعيد القطان من استقاط الاسبات من استقاط المحدثين حدثنا قول ابن خالد من استقاط حوالي من دل ايضا من استقاط عن ابي بوردة ابن ابي موسى الاشعري عن ابي موسى الاشعري رضي الله عن وارضاه ابن الله ابن خيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعمل او لن نستعمل على عملنا من اراده وهذا باب كرهيت كانوا يكرهون التصرع في الحكم دخل رجلان من كندة ودخل امام الصحابة رضي الله عليهم وابو مسعود الانصاري يجلس هو اقبى ابن عمر الانصاري البدري من الناس فقال الرجلان الرجل ينفذ من التنفيذ يعني يقضي ويمضي علينا هذا الحكم بيننا ونأخذ بكلامهم نعم فقال الرجل انا فاخذ ابو مسعود كفا من حصة فرماه به وقال مه انه كان يكره التسرع في الحكم يعني يكرهون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم التسرع في الحكم بين الناس لان النبي هذا فيه تحذير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة اثنان في النار الذي ينجو واحد ولابد ان تتغفر فيه الصفات حتى يكون حتى يكون ناجيا فهنا ايضا فيها طلب القضاء وهذا فضل من الناس ان الخصومات والنزاعات قد لا يحلها الا شخص يتوسط بينهما يكون عارما له الكلمة عليهما وان يكون اصوى لهما فيرجعون عليه في الخصومات فيفصل بينهما في النزاع والقضاء من الخير النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليه ابن ابي طالب رضي الله عن ورضاء الى اليمن قاضيا وبعث امر ابا موسى الاشعري والمسعود قاضيا في الكوفة فالحق بل نقول ان هذه من افضل الطعات ان استطاع المرء ان ينزع فتير خصومة بين الناس وان يؤل بين قلوبهم وان يكون سعيا في اصلاح ذات البين هذه افضل الطعات لكن التصرع في الحكم مهلكة لانه قد يعتريه ما يعتريه من الجهل او يعتريه ما يعتريه من الهوى والميل لواحد على الاخر وكل ذلك يؤثر في الحكم فان اثر في الحكم فهو في النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم القضاط ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة القضاط ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة بذلك حصبه وقال ما انه كان يكره يعني على عصر النبي الصلى في زمن النبوة النبوة كانوا يكرهون التصرع في الحكم فحديث اito هوا من طلب القضاء واستعان عليه هو الحديث حتى أيضا سريب نونس عن عبدالعلى عن بلال كلهم ثقات أثبت أنا أسألنا وقال سمعت رسول الله يقول من طلب القضاء واستعان عليه أي من طلب القضاء وطلب الإعان عليه من الناس هذا قلبه لم يمل لرب جل في علاه واختار للنفس أن يكون كذلك واستعان عليه الناس على حصول القضاء يريد أن يرتقي إلى هذه المنزلة ويريد أن يتبوأ هذه المنزلة لا يعانى عليها والله القضاء في خطر عظيم كان الله في عونهم يعني الذي يسعى سعيا حديثا هل يقال بأن الذي يسعى إلى الدراسة على نوعية الدراسة التي تذهب بعد ذلك إلى القضاء ويسعى سعيا حديثا إلى أن يكون في سلك القضاء من هؤلاء نعم من هؤلاء هذا لا يعانى عليها بحرم الأحوال إلا إذا ورد اخترابا ورد أن فيه يستطيع أن يزدل سطارا أن ظالم تقع على الناس ويكون عونا لهم هذا الوحيد الذي يمكن أن ينفرد أن يسعى سعيا حديثا إلى أن يكون من القوم فهو طلب الإعانة من الناس من الوسطى والمال والرشوة ولذلك ليكون قاضيا وكل إليه يعني فوض الأمر إليه لم تكن له إعانة من الله لم يوفق والذي لم تكن له إعانة من الله كيف يوفق كيف يسدد كيف يفهم كيف يفقه كيف يفتح مسامع قلبه وروحي وعقلي حتى يستطيع أن يفسر في دقائق الأمور كما فعل سليمان عليه السلام في مساءة الغنم وفي مساءة أيضا المرأة التي ادعت أن الذئب ذهب بابن الأخرى وهذا في كل عمل لكن القضاء لأنه الأخطر فإن الإنسان إذا سعى إلى شيء فإنه لا يعانى عليه وبالذات الإمارة لا تسأل الإمارة فإن أوتيت من غير سؤال وعنت عليها وإلا وكلت إليك وهذه من أراد الله هلاكه خزله ووكله لنفسه استدراج الله للعبد أن يكله لنفسه وأي حديث جاء على ممدحة الخضاء لا يكون إلا في من لم يلد قاضيا فانتدب إلى أن يكون قاضيا لأنه صار فرد عين ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا الحمد لله يسدده يرشده طريق الصواب والعدل ويحمله عليه وكلما أراد الحيدة ذكره وكلما صار في طريق الخطأ أعاده إلى طريق الصواب ودائما يعضده ودائما يفتح له المغاليق ليعقل كيف يعدل بين الناس من إعانة الله له من إعانة الله له سبحانه جل جل في علا فيكون هذا أيضا الذي كفأه الله جل في علا لأنه لم يسعى إلى القضاء والله جل في علا أعطاه إياه فأعطاه الله إياه لأنه لم يسعى له وهذا ده بحال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السؤال لله الكونية وأن يسعى لشيء يمنع منه ومن يتغافر عنه والله يعالى يأتي به له تعمل باب في رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعمل أو لا نستعمل على عملين من أراده قل مع أنه لا نستعمل من أراد القضاء وأراد الإمارة من طلبه لا يناله إن لا نستعمل هذا العمل على أحد أراده لأنه يعلم أنه إذا أراده فقد تجر عليه وإن تجر عليه فلن يتورع وأيضا بأن النبي صلى الله عليه مكونا أنه لن يوفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء واستعانى بالناس إلى الوصول لا يوفق لا يعانى عليه ومن كان حريصا أيضا قد لا يتورع لذلك لا ينحيه النبي صلى الله عليه وسلم من العمل الفواد المستمبطة حرص المرء على الشيء في ميله قلبه وشهوته فلابد أن يخالفها طلب القضاء والعمل فيه مزموم إلا في حالة واحدة إن تعين على شخص فيعلم أن في المحلة ليس هناك من يسد هذه الصغرة فلابد أن يطلبه ولابد أن يكون فيه قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم يرحمكم الله يرحمكم الله جزاكم الله خير جوازه الإنكار باليد لمن لا تكون مفسادة معه في الإنكار كما فعل أبو مسعود حصبه وقال له إن يعني كنا إنه على عصر كان يكره التصرع في الحكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله أن أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكرا للمشاهدة